في أمسية ثقافية نظمت بمعهد أدوارد سعيد بيرامالله بمناسبة مرور عشرين عاماً على تعاون المستمر والشراكات الاستراتيجية بين ألمانيا والسلطة الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بعنوان Partners for Good تم استعراض الجهود المشتركة في سبيل القضاء على الفقر من خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين برنامج خلق فرص العمل استطاع أنه يخلق ويوفر فرص عمل كريمة لمواطنين فلسطينيين تقريباً قدرت بحوالي 1.370.000.000 فرص عمل وطمعاً كان هناك توفير لفرص عمل مستدامة بلغت حوالي 2200 فرص عمل دائم اليوم ننهي اختتام تنفيذ البرنامج ولكن إطلاق برنامج جديد برنامج يهدف إلى تعزيز المنع والصمود للمجتمع الفلسطيني مع التركيز على التنمية الاجتماعية نحتفل اليوم بهذا البرنامج بمناسبة مرور 20 عاماً على إطلاقه وهو يركز بشكل أساسي على التوظيف وخلق فرص العمل كما نحتفل بتوفير 2200 فرصة عمل دائمة حتى الآن ضمن البرنامج الذي ما يزال قيد المتابعة والتنفيذ عمل برنامج الـ UNDP على خلق فرص عمل للشباب الفلسطينيين على مدار العقدين الماضيين ولا يزال يعمل بشكل دائم لتوفير فرص عمل مستدامة نحن كمؤسسة وعديد من المؤسسات الفلسطينية استفادت من عدد من المشاريع اللي كان جزء كبير منها باعتمد على بناء مواقع ومشاريع فيها استدامة للشعب الفلسطيني اللي قدرنا نستفيد من خلالها لتطوير برامجنا أكتر نحن تقريبا استفادنا من برنامج كان بالعام 2016 كان نقلة نوعية لمؤسستنا أنه امتلكنا مؤسسة فيها بعض المرافق الممكن ساعد على تطوير رسالة النادي نحن نعتقد أنه وجود برامج داعمة للمؤسسات الشبابية والمؤسسات الواعدة شيء كثير ضروري في تنمية مجتمعنا المحل هكي أمسيات وهكي جمعات هي فعلا توثيق العلاقة ما بين الشركاء يعني إحنا أنا هنا أنثل نقابة المهندسين وإحنا في شراكة مع الـ UNDP والـ KFW في مشاريع فعلا هي مشاريع شبابية مشاريع من أجل رفع قدرات الشباب وزيادة فرص العمل لهم خاصة في المجال المهني مشاريع عديدة يقدمها برنامج UNDP لتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين مع تركيزه على الفئات المهمشة في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من ترد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع نسبة البطالة في صفوف الخريجين وضعف مشاركة النساء في القوى العاملة اشتركوا في القناة